موسيقى الرئيس السيسي ونظره الروسي شاركاني غدا عبر الفيديو كونفرنس في تتشيني صبخ رصانة محطة الضبعة النووية الرئيس السيسي يبحث مع رئيس مجموعة كوبيلزوس اليونانية تطورات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا وقوات الاحتلال تستهتف خمسة مراكز إيواء بمدينة خان يونس وتتكبد خسائر في الأفراد والعتاد بمحاور التوغل في جنوب القطاع تسعى مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرانيكس مشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم يشارك رئيس عبدالفتاح السيسي غدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرنس في مراسم عملية الصبخ الخرصانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبع لطاقة النووية لتوليد الكهرباء هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيلقي كلمة بهذه المناسبة مشيرا إلى أن هذه المرحلة من الصبخ الخرصانية تعتبر بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع والذي مقرر له وفق الجدول الزمني المحدد الانتهاء في عام 2028 ومن ثم دخوله لمرحلة التشغيل مؤكدا أن المشروع يعد استكمالا للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا في عدة مجالات أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على القيام بدور رئيس في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي ومشيدا في هذا الصدد بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في المجالات كافة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع ديمتريس كوبيلوزوس رئيس مجلس إدارة مجموعة كوبيلوزوس اليونانية للبنية التحتية حيث أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه باستمرار وتسريع جهود التعاون للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسيد ديمتريس كوبيلوزوس رئيس مجلس إدارة مجموعة كوبيلوزوس اليونانية للبنية التحتية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من كبار مسؤولي الشركة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع جريجي للربط الكهربائي مع أوروبا خاصة مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كبلات الربط البحرية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على خطط المجموعة لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر وفي هذا الصدد استمع سيادته إلى عرض لجهود تعزيز العمل المشترك بين مصر والمجموعة لتنفيذ مشروع إنتاج تسعة ونصف جيجا وات من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بما سيمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز جهود الانتقال للطاقة النظيفة في مصر وأوروبا وقد وجه السيد الرئيس باستمرار وتسريع جهود التعاون بين الجانبين للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن وتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المشروعات مؤكدا حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائد على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي ومشيدا في هذا الصدد بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في كافة المجالات والذي يعكس العلاقة القوية بين البلدين رحب وزير الخارجية سامح شكري بموقف في مؤسسات الاتحاد الأوروبي الإيجابي تجاه ترفيع العلاقات مع مصر وخلال لقائه مع مارغريت ساسكينس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المفوض الأوربي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية ضمن لقاءاته في بروكسل أكد شكري على أهمية أن يكون التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية وبمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية معربا عن التطلع نحو تعزيز الدعم الأوروبي لجهود مصر لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها أكد وزير الخارجاء سامح شكري أهمية المساهمة الفاعلة من الدول الصناعية وفي مقدمتها الدول والاتحاد الأوروبي في تحمل العبء الاقتصادي لتدعيات تغير المناخ ودعم مصر والدول النامية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتعامل مع تلك الظاهرة بما لا يمثل عبءا على عملية التنمية جاء ذلك خلال لقائه مع باولو جينتوليني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي حيث تطرق شكري خلال اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وزيادة الاستثمارات الأوروبية المباشرة في عدد من القطاعات الهمة التي تمثل أولوية للجانبين كما تطرقا إلى سبل تعزيز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الجانبين شدد وزير الخارجية سامح شكري على الربض المصري الكامل لمبدأ ومحاولات التهجير القصري للفلسطينيين خارج بلادهم باعتبار الأمر خط أحمر وخلال لقائه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وجوزيب باريل الممثل الأعلى للتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وذلك على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس المشاركة المصري الأوروبي حضر شكري من تدعيات عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الأزمة الإنسانية التي يتجاوز ضحاياها يوميا أعداد القتلى في أي صراع آخر خلال القرن الواحد والعشرين مؤكدا أن استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمدنيين الفلسطينيين في غزة والعشوائي ضد منظومة البنية التحتية بالقطاع بات يدفع بمقدرات المنطقة بأكمالها لمخاطر غير محسوبة العواقب عقد وزير الخارجية سمح شكري اجتماعا ثنائيا مع مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانز لنورتشيتش حيث تناولا الجوانب الإنسانية والأمنية للأزمة في قطاع غزة تطرق الاجتماع لمسارات التحرك المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني وكذا تنسيق جهود تعزيز حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع وشدد شكري على ضرورة تبني الأطراف الدولية مثل دول الاتحاد الأوروبي لمواقف قاطعة إزاء تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار باعتباره المصار الوحيد لاحتواء الأزمة الإنسانية في غزة وكذلك فيما يتعلق بالرفض القاطع لأية محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم قال رئيس الهيئة العامة للاستعلمات ضياء رشوان إن الفترة الأخيرة شهدت تصريحات لمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود وأوضح رشوان أن كل دول العالم تعرف جيدا حجم الجهود التي قامت بها مصر في آخر عشر سنوات لتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء وتعزيز الأمن على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة مضيفا أن مصر عانت كثيرا من هذه الأنفاق خلال المواجهة الشارسة مع المجموعات الإرهابية في سيناء عقب الإطاحة بنظام الإخوان في يونيو 2013 وحتى 2020 وأشار رشوان إلى أن الأنفاق كانت تمثل وسيلة لتهريب المقاتلين والأسلحة إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف شهيد من الجيش والشرطة والمدنيين وأكثر من ثلاثة عشر ألف مصاب لافتا إلى أن هذا الوضع دفع الإدارة المصرية لاتخاذ خطوات أوسع للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي فتم عمل منطقة عازلة بطول خمسة كيلومترات من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة وأضاف رشوان أنه تم تدمير أكثر من ألف وخمسمائة نفاق كما قامت مصر بتقوية الجدار الحدودي مع القطاع الممتد لأربعة عشر كيلومترا عبر تعزيزه بجدار خرصاني بطول ستة أمتار فوق الأرض وستة أمتار تحت الأرض فأصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية يستحيل معها أي عملية تهريب وشدد رشوان على أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل لافتا إلى أنه من المستغرب أن تتحدث إسرائيل بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر لغزة وهي الدولة المسيطرة عسكريا على القطاع وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد وقال رشوان أن أي دعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح هو لغو فارغ ومثير للسخرية موضحا أن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر يجب أولا أن تمر على معبر كرم أبو سالم التابع للسلطات الإسرائيلية والتي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل القطاع ولفت رشوان أن الجوهر الحقيقية لإدعاءات إسرائيل هو تبرير استمرارها في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع وهو ما مارسته طوال 17 عاما مشيرا إلى أن إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فلادلفيا أو ممر صلاح الدين في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر بالمخالفات للاتفاقيات والبروتوكالات الأمنية الموقع وأضاف رشوان أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية مشددا على أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أراضيها وعلى حدودها ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار ويضم هذا الخط المصري الأحمر إلى سابقة والذي أعلنته مصر مرارا وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قصرا أو طوعا إلى سيناء وهو ما لن تسمح لإسرائيل بتخطيه وقد كانت مصر هي المبادرة وأقامت بالاتفاق مع إسرائيل عام ٢٠٥١ على زيادة حجم قوات وإمكانيات حرص الحدود في هذه المنطقة الحدودية من أجل تأمين الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي واحتراما لمعاهدة السلام مع إسرائيل وحتى لا تتخذ الأخيرة من جانبها أية خطوة فراضية وأشار رشوان إلى أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تجري تحقيقات جدة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم بهدف التربح فالعديد من الأسلحة الموجودة داخل القطاع حاليا هي نتيجة التهريب من داخل إسرائيل مثال بنادق من نوعيات M-16 فضلا عن RPG ومواد ثنائية الاستخدام في التصنيع العسكري للأجنحة العسكرية بالقطاع وهنا تكفي مراجعة ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التحقيقات التي تجرى مع أفراد من الجيش الإسرائيلي على خلفية اختفاء أسلحة أو بيعها بالضفة الغربية ومنها ترسل إلى قطاع غزة وقال رشوان أنه على ذكر الضفة الغربية فهل يمكن للمسؤولين الإسرائيليين مروجي الأكاديب ضد مصر أن يفسروا مصدر الكميات الكبيرة من الأسلحة والدخائر والمتفجرات المنتشرة في مختلف مناطق الضفة حسب بياناتهم الرسمية في ظل سيطرة الكاملة لجيش الاحتلال عليها وأنه ليس لها أي نوع من الحدود مع مصر ولن يجدوا حينها سوى نفس المتورطين من جيشهم وأجهزة دولتهم وقطاعات مجتمعهم في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح وأوضح رشوان أن المعلومات توضح أن معظم عمليات تهريب الأسلحة الثقيلة لقطاع غزة تتم عبر البحر المتوسط حيث تسيطر على شواطئه مع غزة بصورة تمة القوات الإسرائيلية البحرية والجوية مما يشير إلى نفس النوعية من المتورطين في إسرائيل من جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بهدف التربح وأضاف رشوان أنه تقدر الإشارة إلى ما تتجاهله التصريحات الإسرائيلية وهو بكشفت عنه بيانات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الجارية خاصة المصورة منها عن ضبط العديد من ورش تصنيع الأسلحة والصواريخ والمتفجرات داخل الأنفاق بغزة مما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لأن يكون جزء كبير من تصليح حماس والفصائل الفلسطينية تصنيعا محليا وليس عبر التهريب وقال رشوان أن هذه الدعاءات والأكاذيب هي استمرار لسياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بسبب إخفاقاتها المتوالية في تحقيق أهدافها المعلنة للحرب على غزة فهي تبحث عن مسؤول خارجها لهذه الإخفاقات كما فعلت أيضا نفس الشيء مؤخرا باتهام مصر في محكمة العدل الدولية بأنها هي التي تمنع وتعوق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الرغم من علمها التام بأن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها ولو للحظة واحدة ولفت رشوان إلى سياسات الحكومات الإسرائيلية التعصفية المتعاقبة أدت بالقضاء على أي أفاق للحل السلمي للقضية الفلسطينية وتشجيع انفصال قطاع غزة تحت قيادة حركة حماس عن السلطة الفلسطينية بما في هذا غض الطرف عما يصلها من تمويل والحصار الخانق للقطاع أدت إلى الأوضاع الحالية التي تزعم إسرائيل من وقت لآخر أن مصر هي المسؤولة عنها إن هذه السياسات لأكثر من عقد ونصف العقد هي جزء من استراتيجية نتنياهو لتعميق الانقسام الفلسطيني ولضمان فصل غزة عن الدفة الغربية لإضعاف السلطة الفلسطينية وليكون لديه المبرر لرفض الدخول في أي مفاوضات حول حل الدولتين كما أضاف رشوان إن دعم وتضامن الشعب المصري الكامل مع القضية الفلسطينية أمر مؤكد وواقعي دون أدنى شك ويتماشى مع الموقف الرسمي لمصر من دعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو حزيران 1967 لكن هذا التضامن والدعم الشعبي والرسمي للقضية الفلسطينية لا يتعارض مع تأمين حدودنا ومنع التهريب منها وإليها وأن دعم القضية الفلسطينية له الكثير من الطرق السياسية التي تأتي بثمارها وصولا لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والتي تقوم بها مصر بشكل علني منذ بدء الأزمة الأخيرة وقبلها طوال الوقت دعما للشعب الفلسطيني الشقيق وقال رشوان إنه لا شك أن مثل هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم الجهود المصرية الإيجابية المبدولة لحل الأزمة في غزة والتي أثرت على كل المنطقة وجعلتها مهيئة لتوسيع دائرة الصراع الأمر الذي حضر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسعى إليه مرارا وتكرارا ولفت رشوان أن هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم معهدة السلام التي تحترمها مصر وتطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لها ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة وتطالب مصر كل من يتحدث عن عدم قيامها بحماية حدودها أن يتوقف عن هذه الادعاءات في ظل حقيقة أن لها جيشا قويا قادرا على حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط وستظل مصر تواصل دورها الإيجابية الطبيعي من أجل حل كافة المشكلات في المنطقة ولن تنجح هذه الادعاءات الكاذبة في إثناء مصر عن القيام بمسؤولياتها الداخلية والإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد مصطفى عرفي أن مصر تقف موقفا جدا وحازما تجاه محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر فرد التهجير القصري على فلسطيني غزة وجدد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية التأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست قضية العرب المركزية فحسب بل هي قضية كل شرفاء العالم وأضاف مندوب مصر أن الشعب الفلسطيني العظيم ما زال متمسكا بالصمود في أرضه ليضرب المثل في العزة ورفض ظلم أدنت جامعة دول العربية استمرار جرائم العدوان الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فلسطين وبحث المجلس خلال أعمال هذه الدورة التي تعقد بناء على طلب فلسطين وتأييد الدول العربية أدان الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والخطوات السياسية والقانونية والديبلوماسية والاقتصادية التي يمكن أن يقوم بها أو يدعمها في إطار الجامعة العربية هذا الوضع الكارثي بكل معانيه وأبعاده يملي وبصورة عاجلة وملحة على الضمير الإنساني والمجتمع الدولي بقيمه وقوانينه ونظمه وجوب التحرك الفوري والفعال لوقف حرب الإبادة والإفناء وحفظ الحياة بوقف الحرب وتوفير أسباب العيش بمختلف أشكال الإغاثة الإنسانية وهم المساران الواجبان تلازماً ويحظيان بأولوية تفوق كل الأولويات وعلى الفور وفي سياق متصل عقب اجتماع جامعة الدول العربية أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة السفير مهند العكلوك أن هدف إسرائيل هو التهجير القصري للشعب وهو هدف واضح في كل سياسات إسرائيل ولم يبدأ ذلك منذ 7 أكتوبر بل منذ سنوات طويلة وأشار العكلوك لأن إسرائيل أضافت لتاريخها جريمة الإبادة الجماعية بعد قتلها أكثر من 11 ألف طفل فلسطيني ضمن أكثر من 25 ألف شخص تشهدوا للمرة الأولى منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 اعتمد مجلس جامعة الدول العربية مصطلح جريمة الإبادة الجماعية في وصف كل الجرائم التي تقوم بها إسرائيل قوة العدوان، قوة الأبرتايد، قوة الإبادة الجماعية اليوم تضيف إسرائيل مرحلة جديدة لتاريخها من الجرائم والدموية وهي الإبادة الجماعية فمجلس الجامعة اليوم وضح بأن قصف المدنيين تدمير مئات آلاف المنازل قتل عشرات آلاف المدنيين الأبرياء سبعين بالمئة من الضحايا من الأطفال والنساء وترافقت هذه الجرائم كلها مع خطاب إبادة جماعية واضح جداً يقوله بلا تردد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائه وعلى صعيد العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة قالت وزارة الصحة في غزة إن 25295 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 63 ألف آخرون في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 من أكتوبر الماضي وأضافت الوزارة في بيان لها أن الأعداد تشتمل على 190 شهيداً و340 مصاباً خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة هذا وشنت قوات الاحتلال غارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة فأوقعت عشرات الشهداء والمصابين واستهدفت طائرات الاحتلال اليوم 30 ألف نازح في خمسة مراكز إيواء في مدينة خان يونس جنوب القطاع ادعى أنها آمنة وارتكب عدداً من المجازر خلفت شهداء ومصابين وكانت قوات الاحتلال قد دعت الفلسطينيين في وقت سابق إلى اللجوء إلى تلك المراكز الخمسة في خان يونس قبل أن يستهدفها الاحتلال هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكاتنا دارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور قطاع غزة خاصة في محور خان يونس وأعلنت حركة حماس تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية التي استهدفت قوات راجلة ومحمولة من جيش الاحتلال مشيرة إلى أنها استهدفت أربع دبابات من نوع مركافي بقذائف الياسين 105 وجرافة عسكرية في المقابل أعلن جيش الاحتلال مقتل ثلاثة من ضباطه هم نائب قائد كتيبة وقائد سرية وقائد فصيلة بالكتيبة 202 بلواء المظليين وإصابة آخرين في معارك مع الفصائل الفلسطينية جنوب قطاع غزة أتى ساعة مستمرة وتتابعون فيها قوات الحوثي تعلن استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن وواشنطن تعلن وفاة اثنين من قواتها الخاصة خلال أعمالية قبل تسواحل الصومان أعلنت قوات الحوثي اليمنية أن قواتها نفذت هجوما على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية أوشنجاز في خليج عدن وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي في بيان له إن القوات مستمرة في الرد على أي اعتداء أمريكي أو بريطاني عليها وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد على الجانب الآخر أعلن الجيش الأمريكي فقدان اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية خلال مدهمة قارب يحمل أسلحة بخليج عدن وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن عملية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان فتشت أكثر من 54 ألف كيلو متر مربع من المحيط الهندي بحثا عن فردي القوات الخاصة المفقودين منذ أحداث السابع من أكتوبر في غزة تتحول الأنظار بين يوم وآخر إلى منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب في ظل تواصل ضربات قوات الحوثي باليمن على التجارة المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها الجيش الأمريكي أعلن وفاة عنصرين من القوات الخاصة التابعة للبحرية كان قد فقد خلال عملية قبالة سواحل الصومال لمصادرة أسلحة متجهة إلى قوات الحوثي في اليمن وذلك بعدما لم تنجح جهود البحث في تحديد مكانهما القيادة المركزية الأمريكية أفادت في وقت سابق أن عنصري البحرية الذين أبلغت عن فقدانهما في البحر شارك بتاريخ الحادي عشر من يناير في عملية شملت سعود أفراد من القوات الخاصة على متن قارب شراعي قبالة سواحل الصومال ومصادرة مكونات صاروخية عثر عليها على متنه القيادة المركزية الأمريكية وصفت لاستيلاء على المكونات الصاروخية بأنها أول مصادرة لأسلحة تقليدية متقدمة فتاكة منذ بدء هجمات قوات الحوثي على السفن التجارية في نوفمبر 2023 وفي ذلك الشهر بدأ الحوثيون باستهداف السفن التي قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بهدف تقديم الدعم للفلسطينيين في غزة حيث تقاتل قوات الاحتلال الإسرائيلية حركة حماسة وأشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات جوية على عشرات الأهداف في اليمن في وقت سابق هذا الشهر واستهدفت الغارات الأمريكية عددا من الصواريخ التي قالت واشنطن إنها كانت معدة للإطلاق وتشكل تهديدا للسفن المدنية والعسكرية فرد المجلس الأوروبي عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الصراع في السودان حيث تقاتل القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع منذ إبريل الماضي وأوضح المجلس الأوروبي أن الكيانات الستة مسؤولة عن دعم الأنشطة التي تقود الاستقرار والانتقال السياسي في السودان مشيرا إلى أنه تم تجميد أصول الشركات المدرجة وحضر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر زار كبار قادة الجيش العراقي قاعدة عين الأسد الجوية التي يستخدمها الجيش الأمريكي في غرب البلاد وذلك بعد تعرضها لهجوم صاروخي كان مسؤول دفاعي أمريكي قد أكد وقوع الهجوم باستخدام مقذوفات متعددة أطلقت على القاعدة وقال إن بعض الأفراد الأمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة وأصيب أحد أفراد قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة أعلنت باكستان أن وزير الخارجية الإيرانية حسين عبدالهيان سيزوره إسلام أباد الأثنين المقبل وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن البلدين سيتبادلان السفراء مرة أخرى اعتبارا من يوم الجمع المقبل من جانبها أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن سفيرها سيستأنف عمله في العاصمة الباكستانية هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باسمه واسم أعضاء المجلس هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وهيئة الشرطة المصرية والشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد الشرطة في حياة الأمم والصعوب أيام خالدة لا تنسى لما بها من أحداث جسام ترتبط بتاريخها وتعبر عن بطولات رجالها ويمثل يوم الخامس والعشرين من يناير من كل عام يوما مشهودا في التاريخ المصري إذ نحتفل في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى من أروع ذكرات البطولة والفداء والوطنية وهي ذكرى عيد الشرطة المصرية التي جسد رجالها ملحمة وطنية للفداء والتضحية حينما خاضوا معركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير عام الف وتسعمائة ثمين وخمسين ضد المحتل الغاشم دفاعا عن أرض مصر وكرامتها واستقلالها فخلده الشعب المصري في تاريخه فالرجال الشرطة المخلصين منا كل تحية وعظيم التقدير والعرفان على بطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة الجريمة بمختلف صورها والإرهاب بمختلف أنواعه وأشكاله لتظل مصر واحة الأمن والأمان وينعم شعبها بالسلام والاستقرار كما نحتفل في هذا اليوم بذكرى وطنية عزيزة أكد فيها شباب مصر في الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 على استمرار سريان روح العطاء والفداء في صدور المصريين فكانت مطالبهم المشروعة خطوة يستكملون بها المسيرة نحو صون الدولة الوطنية ذات التاريخ العريق إلا أن الجماعة الإرهابية حاولت خطف الوطن وتهديد أمنه واستقراره فجاءت ثورة 30 من يونيو 2013 لتصحح المصار وتستكمل الطريق للوصول إلى دولة عصرية تقوم على أسس وطنية راسخة وفي هذا المقام يطيب لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهنئة القلبية إلى فخامة السيد الرئيس عبد فتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وإلى هيئة الشرطة المصرية وإلى الشعب المصري الأبي بمناسبة ذكرى هذا اليوم الوطني وكل عام ومصر قيادة وشعبا بخير وفي تقدم وازدهار وافق مجلس الشيوخ على تقرير إحدى اللجان المشتركة عن دراسة موضوع الألعاب الإلكترونية واقتصادها وصناعتها كما أعلن المجلس عن تحويل طلبين مناقشة حول تعزيز صناعة التعهيد والاستفادة من هذه الصناعة للجنة المختصة لمناقشتهما ولإبداء الرأي فيهما جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المساشار عبدالوهاب عبدالرازق لاستكمال نظر مشروعات القوانين على أجندة أعمال الجلسة نقش المجلس تقرير إحدى اللجان المشتركة عن دراسة موضوع الألعاب الإلكترونية واقتصادها وصناعتها والمخاطر النتيجة عنها والتحديات والفرص المتعلقة بها ليطرح النواب وأراءهم بشأنها الحقيقة الألعاب الإلكترونية هي مجال للتنافس الاقتصادي وفي نفس الوقت مجال للصراع الثقافي في الحالتين مصر يستطيع تحقق نجاحات كبيرة وأرباح كبيرة الألعاب الإلكترونية أحد مصادر الدخل القومي في البلاد الكبيرة مصر دولة عزنا ثقافياً ودي مش بقولها كنوع من المجاملة أو نوع من المبلغة إحنا لو تكلمنا عن أهم عشر دول ثقافياً في العالم مصر واحدة منهم وبالتالي يلاقي لقبينا أن نخاف من أي وافد ثقافي جديد سواء ألعاب إلكترونية أو غيره على العكس المفترض أن نخذ العالم بألعاب إلكترونية بتتكلم عن هويتنا عن تاريخنا بتدعم قوتنا النعمة وهكذا نريد صناعة تدر على مصر مليارات الدولارات الحقيقة يعني أنا بسأل الوزير إزاي الوزارة ممكن تتبنى أطفالنا في المدارس اللي تقدموا لمسابقات دولية مرة واثنين ومستمرين يعني أنا عندي حالة طفل الحقيقة يعني أقدم لمسابقات في دبي وبعض الدول الأخرى في الزكاء الاصطناعي وبعد مناقشات مطولة وفق المجلس على تقرير اللجنة كما ورد وأحاله للحكومة لاتخاذ اللازم بعد ضبطه وخلال الجلسة ناقش المجلس طلبين مناقشة مقدمين من نائبين حول تعزيز صناعة التعهيد والبرمجيات وآخر بشأن الاستفادة من صناعة التعهيد وفي مداخلة لها أثناء الجلسة حول صناعة تصدير الخدمات الرقمية أو التعهيد أكدت الحكومة أنها عملت على نشر شبكة الألياف الضوئية في قرى حياة كريمة والسعي لإنشاء منصة رقمية لإدراج كل المهنيين لدخول الدخل الدولاري إلى مصر بشكل مسيطر عليه وممنهج وفي نهاية الجلسة أغلق باب المناقشة وأعلن المجلس تحويل طلبي المناقشة لللجنة المختصة لمناقشتهما وإبداء الرأي فيهما أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد أن الألعاب الإلكترونية مصدر مهم للدخل القومي في الدول الكبرى كما أكدوا أن صناعة التعهيد تعظم إرادات الدولة من العملات الأجنبية كنا نتكلم على دراسة عن صناعة الألعاب الإلكترونية قد يظن البعض أنها كلمة ألعاب إلكترونية أنها ليست بمهمة وهذا ما قلته اليوم داخل الجلسة ما لا يظن أنها مهمة فلينظر حوله اللي حولينا كلهم بالأولاد الأسرة في المواصلات دي حاجة الشق الثاني الحفاظ على الهوية المصرية من خلال اللي أنا أقدر أقاوم كافة أنواع الاحتلال الفكري اللي بتجيلي عن طريق الألعاب دي تحدثنا عن أهمية صناعة التعهيد في مصر والفرص الأمام الدولة المصرية أن هي تكون في مراكز متقدمة الحقيقة ما بين دول العالم في صناعة التعهيد والهي بساطة عبارة عن أن شركات أجنبية تبدأ تعتمد على المهارات المصرية وعلى الشركات المصرية في تنفيذ الخدمات زي تكنولوجيا معلومات أو مراكز الاتصال وغيره والحقيقة وزارة التصالات على مدى عشرات السنين عاملة مجهود رائع جدا فيما يخص البنية التحتية التكنولوجية أو تدريب المهارات والكفاءات المطلوبة في هذا المجال ولكن كنا محتاجين المزيد أكتر من توفير تدريبات توصل ولادنا وشبابنا إلى المستويات العالمية عشان يدري نفسه عالمياً والوقوف كمان الحقيقة على نتائج المبادرات اللي قدمتها الوزارة خلال العشرات السنين اللي فاتت مجال تكنولوجيا المعلومات ما بيحتاجش مستلزمات إنتاج مثلاً ما بيحتاجش عملة صعبة عشان نستورد بيها منتجات من بره لكن بيحتاج عقول مصرية مدربة بيحتاج شباب واعي بيحتاج دعم من الحكومة بيحتاج معاهد تكنولوجية تقوم على تدريبات هؤلاء الشباب تعهيد الحقيقة صناعة ممكن تكون فيه ناس كتير ما يعرفوش إيه هي ما يسمعوش عنها لكنها صناعة حقيقية بتدخل دخل قومي بعملة أجنبية فده إحنا محتاجين إن إحنا نطور هذه الصناعة لأنها ببساطة ما بتكلفش الدولة شيء يعني لا بيحتاج أعمل مصنع كبير ده بقى أقل الإمكانيات أقدر أعمل صناعة تعهيد تدخلي دخل قومي المصر انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الأول حول تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات المايكروبات يهدف هذا المؤتمر الأول من نوعه لحماية المواطنين والأجيال القادمة من أخطار وتوابع الاستخدام العشوائي والمفرد لمضادات المايكروبات والذي من شأنه تخلق أجيال جديدة من المايكروبات المضادة لمضادات المايكروبات المعروفة مما يشكل خطرا ليس على الصحة العامة فحسب بل على الإنسانية بأسرها معدل استخدام المندادات الحيوية ومندادات المايكروبات في منطقة الشرق الأوسط هو أعلى معدل عن سواء العالم فهناك مشكلة واضحة جدا لا بد أن نتعامل معها ونتعامل معها بحسم ونوضع لها معايير للتعامل وده الوضع في المؤتمر النهاردة وأتمنى إن شاء الله أنه بإذن الله يتحقق الأرض الواقع الحقيقة إحنا بنستهدف يمكن الفريق الطبي من خلال هذا المؤتمر علشان نوصل هذه الثقافة ونرسي ده في كافة المستشفيات وكافة منافذ تقديم الخدمة الطبية اللي بدورهم هيوصلوا هذه الرسالة التوعوية للمواطن اللي الحقيقة برضو له دور كبير جدا في تغيير ثقافته تجاه استخدام الدواء وإن الدواء ليس سلعة بتباع ولكنه بيتم استخدامه طبقا لخطة طبية ووصفة طبية نتيجة يعني توصيات من الطبيب المعالج كان فيه جهود حسيسة جدا بين كل السادة الزملاء يعني ده أعقابوا عدة اجتماعات مع مقدم الخدمة ومع السادة مديرين المستشفيات وكان فرق مكافحة العدوى كان لها الدور الأبرهند زي ما قوله أو الياد العليا فإن هم النهاردة ينظموا ما بين الثلاث محاور بتوع المضادات الحيوية سواء المحور المسموح به أو اللي يعني ممكن المرحلة اللي بعده مرورا بالريزيرف ده اللي المفترض النهاردة كنا هنبقى مخلين بالنا منه واللي ما بيتمش وصفه إلا عن طريق المزارع والكلام ده كله لو ما فيش خطة للدول وخطط للدول والحكومات عشان مكافحة مقاومة مضادات المايكروبات هيبقى الوفيات في عشرين خمسين على مستوى العلم بنتكلم في حوالي خمسين مليون حالة وفاة وده هيبقى في الوقت دوت هيبقى أكتر معدل وفيات حتى من الأمراض المعدية المالاريا بتكلم على حالات يعني مرض الإيدز بل لو جمعت ده كله على بعضه هتبقى الوفيات من هذا الموضوع لو ما اتخدش فيها خطوات عشان نقل دوت هتبقى دي من أعلى معدلات الوفيات والآن مشاهدين الكرام مع أخبارنا الاقتصادية أخبار المال والأعمال والجولة الاقتصادية ومرنا إيهاب إليك مرنا شكرا لك يوسف شكرا نها والآن مشاهدين جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الصناعية بمحافظات بورسعيد وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام الدولة على مدار الفترة الماضية باتخاذ القرارات والإجراءات التي تصهم في تعزيز ودعم الصناعة المحلية وتوطين مختلف الصناعات بما يصهم في دفع نمو الاقتصاد المصري كما اطلع مدبولي على مجمع الصناعات والذي سيبدأ تشغيل التجربية له في فبراير المقبل ويضم 58 مصنعا بتكلفة استثمارية تصل إلى 220 مليون جنيه ونقش الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي لتطوير منطقتين مثلت الخير وشمال السهل الحسينية حيث تم إعداد المخططات اللازمة وتشمل مخطط التجمع العمراني ومخطط تقسيم الأراضي النموذجية كما تبع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤولي شركة سكاتيك أنرويية عددا من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة ومن ضمنها مشروع مصر للهيدروجين الأخضر حيث نقش الاجتماع سبل دعمي تنفيذ مشروعات الشركة والشراكة القائمة مع العديد من الوزرات والجهات الحكومية بجانب زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين وأبدأ رئيس الوزراء تطلع مصر لزيادة أوجه التعاون القائم مع الشركة النروغية كما أكد أيضا ضرورة تنسيق الكامل بين الأطراف المعنية للوقوف على أي مشكلات قد تواجه الشركة أو المستثمرين بواجه عام والعملية على حلها استقبل وزير البترولة طرق الملة وفدا من شركة ماتيرا الكندية للطاقة حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخطط عملها لرفع معدلات إنتاج البترولة الخام واستعرض وفد الشركة موقف أعمالها في مناطق امتياز كومومبو ومناطق سدر ومطارمة وعسل بسيناء وأيضا أنشطتها لتنوية وإنتاج البترولة الخام والتي حققت نتائج إيجابية مؤخرا بحث وزير البترولة طرق الملة ورئيسة شركة بريتش بيتروليوم البريطانية للغاز أنشطة الشركة في مصر وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة بي كمشغل رئيسيا في حقول أطل ورأس البر وارفين بالبحر المتوسط ذلك بالإضافة إلى برامي العمل بمناطق امتياز شمال كينج ماريوت وشمال غرب أبو قير وشمال الطاوية البحرية وشمال دميوت أعلنت الأمانة العامة لجامعة دول العربية عن فعليات الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار ذلك بالشراكة مع قطاع شؤون الاقتصادية والتحدي الغرف العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو سوف نرى التجارب المختلفة من العالم التي ساعدت في تنمية مهارات رياضة الأعمال والابتكار وتبكير الشباب والمرأة وكيفية نقلها وتعزيزها في المنطقة العربية وأيضا نقل التجارب العربية ومنها التجربة النموذج البحريني العربي لرياضة الأعمال والابتكار إلى مختلف دول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام في شهر نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر مسجلة ثالث زيادة على التوالي وارتفعت صادرات النفط الخام السعودية بنسبة تقدر بـ 6.10% إلى 6.3 مليون برميل يوميا مشاهدينا انتهت أخبار الاقتصاد وأعود عليكم مرة أخرى يوسف ونهار شكرا لك ميرنا أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة التاسعة والعشرين من قوافل ستر وعفية بمركز فرشوت بمحافظة قناة تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للأهالي وذلك بمشاركة 17 كيانا من كيانات التحالف حيث تشمل قافلة طبية متعددة التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر وكذلك تركيب أجهزة تعوضية كما تتضمن القافلة توزيع المواد الغذائية واللحوم بجانب إقامة معارضة للملابس وأغطية للشتاء ومسرح للعرائس وكرنفال للأطفال بالإضافة لفصول إعادة تدوير وترشيد استهلاك وغيرها من الأنشطة والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب مرنى والتفاصيل تفضلي شكراً لكي نوها شكراً يوسف مشاهدينا هذه جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محلياً معالمياً يلتقي منتخبنا الوطنية بعد قليل مع نظيره منتخب كابفردي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كواتفور ويحتل منتخب مصر وصفة المجموعة برصيد نقطتين بينما يحتل منتخب كابفردي صدارة المجموعة برصيد ست نقاط قسر منتخب كواتفور من نظيره منتخب غينيا الاستوائية بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بهذه النتيجة توقف رصيد كواتفور عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بينما رفعت غينيا الاستوائية رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى فاز المنتخب النيجري على نظيره منتخب غينيا بيسعو بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية وبهذا الفوز تأهلت نيجيريا إلى الدوري ثم النهائي بعدما رفعت رصيدها إلى سبع نقاط في وصفة جدول ترتيب المجموعة الأولى بينما ودعت غينيا بيسعو البطولة دون حصد أي رصيد من النقاط فاز المنتخب القطري على نظيره الصينية بهدف مقابل لشيء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأسيوية المقامة في قطر وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها خسير المنتخب اللبناني من نظيره منتخب تاجكستان بهدف مقابل هدفين ذكرت تقرير صحفية أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي حدد سعر بيع ظهير الأيمن كيرانات تيريار في فترة الانتقالات الشتوية القارية وأوضحت شبكة سكايا سبورتس أن نيوكاسل يرغب في الحصول على 12 مليون جنيه استرليني مقابل بيع اللعب للنادي بايرن ميونيخ الألماني حيث يأتي ذلك بعدما اتفق بايرن ميونيخ مع اللعب الإنجليزي على كافة بنود تعاقد انتهت أخبار رياضة وعود مرة أخرى إلى يوسف ونوه شكرا جزيلا لك ميرنا أسفر انهيار أرضي في إقليم يونان في الصين عن مصرع ثمانية أشخاص وفقدان العشرات حيث تجرى عمليات الإنقاذ وسط درجات حرارة تحت الصف أدى انزلاق أرضي في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين إلى تمر 47 شخصا تحت التراب وفق ما ذكرته وسائل أعلام رسمية انهيار أرضي ضخم وقع في إقليم يونان بجنوب غرب الصين في الساعات الأولى من صباح الاثنين أدى إلى فقدان عشرات الأشخاص فيما تجرى عمليات الإنقاذ وسط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة تحت الصفر التلفزيون المركزي الصيني ذكر أنه في حوالي الساعة الخامسة والواحد وخمسين صباحا وقع انهيار أرضي في قريتين في مدينة تشاوتونغ وأضاف التلفزيون أن رجال الإطفاء تحركوا بين أنقاض المنازل المنهارة للبحث عن ناجين وسط تساقط خفيف للثلوج السلطات في الصين أرسلت ما يقرب من ألف عام الإنقاذ إلى مكان الحادث إلى جانب ما يقرب من مئتي سيارة إنقاذ وتم إجلاء أكثر من خمسمائة شخص من موقع الانهيار الأرضي جنوب غرب الصين ويرأس نائب رئيس مجلس الدولة الصينية إتشانغ كوهتشنغ مجموعة عمل في الموقع لتوجيه أعمال الإنقاذ ويشهد أقليم يونان في جنوب غرب الصين من بين عدة أقاليم في المنطقة الجنوبية للبلاد موجة باردة ودرجات حرارة تقترب من الصفر أو تنخفض عنه وتقل عن درجة التجمد وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية وتشيع الانهيارات الأرضية في منطقة يونان النائية والفقيرة في الصين حيث تصطدم سلاسل الجبال شديدة لانحضار بهضبة الهملايا وشهدت الصين سلسلة من الكوارث الطبيعية في الأشهر الأخيرة بعضها في أعقاب أحداث مناخية قاسية والآن مع الأحوال الجوية والتقصة نعود فيها مرة أخرى إلى مرنة إيهاب إليك مرنة شكرا لكم أيوسف ونها والآن مشاهدين هذه وقفة أخيرة مع أحوال التقصة يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء تقص الماء للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما يسود تقص شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية القاهرة العظمات 19 درجة والصغرى 12 أسكندرية 18-13 مطروح 20-12 فرسعيد 19-12 والإسماعيلية 18-13 أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 14 العريش 20-13 طابة 22-14 شرم الشيخ 24-14 والغردقة 24-14 أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 10 أسوان 25-12 الوادي الجديد 24-7 شلتين 27-16 وأخيرا حلايب العظمى 24 درجة والصغرى 17 والآن نستعرض مع حضرتكم درجة الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر